موسيقى 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 ايه التخبطات الادارية اللي حصلت في الشركات وايه دور قطاع الموارد البشرية في اللحظة دي او في التوقيت ده معانا دي نهاردة استاذ احمر ناجي نورتني جماعة اللي بتتكلم دي اصلا يعني بتقول علينا الكلام ده نورتني نورتني انا فخور جدا معك النهاردة ربنا يا حديد فخور جدا انت بتقول علينا الكلام ده شهادة اعتز بيها انت الرئيز بتاعنا لا لا عفو لا عفو كنت لسه بتكلم معاكي ان انا كنت من سنتين هنا وليه الشرف بقى النهاردة ان انا يعيب معاكي ده الحلقة دي ليه التاريخ على فكرة انا وجايب بعد ذكره يعني جمعا اللي بتتكلم دي حد صيدالي وحد حد اتش ار وحد اعلامي كبير جدا انا شرف ليه دي شهادة اعتز بيها اللي انت تريدها التقريب الاتش ار ولا قلب ولا حاجة ولا قلب ولا حاجة هو الفكرة بساطة جدا بس عشان موضوع الوكار ده في مثل جاي بيقولك عدوك عدوك عدوكارك انا جايبك عشان المثل ده فانا حتى وانتي حقوق بتكتبك على البيتش بتاعتك لقيتك ايه انتي بتقولي ان انا كسرت القاعدية مثلا كسرناه عايز اقولك ان الفكرة جات بس احنا احنا عاملين جروب وانتي يعني من الناس النشطة معانا جدا باشكر كل افراد الجروب اللي في اقلم ان شوها وصلنا ل3000 واحد عيه الصغيرة اه كادر الموارد بشرية ناس افتخر بيهم الفكرة ان انتي في بداية حياتك سواء كطالبة سواء كحد في الكارير بتاعه وبيبدا فجأة كده ما بتلاقيش حد بيساعدك دي حقيقة طيب لا فيه ناس بتساعد وفيه ناس كويسة جدا وفيه ناس على فكرة مني الناس اللي موجودة معانا كان الواحد بيلجأ لها وما بتساعدوش دي حقيقة بردو بس انتي خلاص بقى في ايديك مش هنقولي السلطة بقى في ايديك شهرة ولو بسيطة ان انتي تقدري توظفي الناس دي وتقولي خير بتاعهم تحطي في حتة واحدة وهم مش متأخرين في حاجة انا عايز اقولك احنا احنا ان شاء الله الفترة الجاي الناس بتتكلم في كورسات مجانية وبتتكلم في حاجات جامدة جدا فهو كل اللي انا عملته ان انا سبب سبب ان انا حدز دكتورة هاجر كيمة كبيرة جدا درس فلتشار سواء عملي او علمي هقدر ان احنا نقدر نطلع ده جوة جوة الجروب فولا عدوك عدوك كلنا ان شاء الله هنساعد الناس طيب ايه رايك في اللي بيحصل في الشركات دلوقتي لايخفى عليك طبعا الشركات عمتا والقطاع الطبي خاصة احنا كقطاع الطبي محسودين جدا محسودين ايه احنا خلاص انتوا تأثرتوا بايه لا احنا اثرتنا جامل هو محسودين ايه اثرتنا جامل للاسف و اي رايك في الناس اللي بتمشي و اي رايك بدون يعني بالنس اللي بتمشي و ايه دون نس اللي بمشوها عشان تفرق لا خليننا نقول يعني ايه شواء عشان تفرق تلك جد يعني خليننا برضو متفكين انا مش عارف احنا عندنا سين كده برضو من الاماكن الطبية اتصلوا بهم الساعة واحدة بالليل يمكن في زميلة معنا احنا في نفس الجروب برضو احنا جماعة احنا قفلنا بس كده الساعة واحدة بالليل قفلنا احنا قفلنا ولا اقدرة ولا فروق ولا اي حاجة فالفكرة عايز اقولك انها فكرة معفرة واللي زرع اللي كان زرع هيحصل الايام دي صح حتى لو كان الامر بياخد وقت طويل فاي حد كان زرع زرع بقى حد كادر زي حظوتك زي ناس كتير قون يحرافهم هيقدر يشيل على حمل اي حمل حمل الفترة دي ويمشي بي هيجني الفترة الجاي مع انها صعبة جدا طبعا بس انا متفايل جدا ان احنا اخرنا في اللي احنا في ده البوطاقة اللي احنا عايشين فيها دي مش عايز تخلص بداية السنة الجديدة انا احاسس ان احنا ان شاء الله الشهر ده هو شهر اكون او لا اكون فاللي هيكون هيعدل غاية السنة الجديدة لا يكون بقى خلاص فهو هيبتدي ياخد كرار بس هو الفكرة الشجاعة انا عندي شجاعة اقول للناس بتاعتي ان احنا مكملين وظروفنا واحد اتنين تلاتة اربعة وولا ما عنديش شجاعة وبستخب ده اللي هيفرق بقى اي حالة بس الفكرة ان الفكرة ان دلوقتي اللي ماشي بمشي الناس بدون النظر لا انا بقيمهم مثلا يعني في شركات كبيرة مفروض دي عندها تقييم تمام لا احنا فجأة لغينا جزئات التقييمات فالعايز يقعد يقعد واللي عايز يمشي يمشي وانا بعد ده كله هرجع عليه فيه احتاج الكوادر دول تاني بس للأسف انا مش عارف اجيبهم بالأسف ما دي برضو مشكلة تانية هو انا ممكن اعمل اللي هم عايزينه ده بس هقول له حاجة حاجة احنا في الفترة اللي فاتت او قبل كده كـ HR فبيقولك ان انا قدر ادي للراجل تلات شهور اختبار اقدر ادي للراجل فرصة طب اخدوا ودي اعمله تريننج ما بقاش عندي رفاهية الوقت للكلام ده كل مش معنى كده انه نجذر الناس برضو بس هو الفكرة انت ممكن ما تمشيش بالكيلو المشكلة فيه فرق ما بين ان انا ماشي بالكيلو وفرق ان انا عندي ادارة HR محترمة هتقدر تعملي أبريزل لكل الناس اللي عندي بشكل محترم عشان بس ايه الحدي بادي واللايك والديسلايك والكلام اللي احنا عارفين انا هسيب مين وهمشي مين على اساس مهني مش على اساس بالمزاك تبقى للبرفورمانس بتاعه طبعا هو ده وانا في الاول وفي الاخر احتفظت بالعدد اللي عندي واحتفظت بالقيمة او بالكادر مخسروش اكيد اكيد فهي دي الفرق وبرضو هقدر اطلع من اللي احنا هنعمله ده هو مين اللي يقدر يكمل معا في الفترة دي وانا مش قادر اعمل مثلا تريننج للناس معنا مش هتحمل في الوقت الحالي هتحمل الخبرة والخبرة ما احترامي العلم مهم جدا ماشي وانا عارف ان انت ممكن تتداي من الكامير لا خالص بس الMBA مش كل حاجة والخبرة نفسها احنا بنقعد استيل لغاية دلوقتي تحت اساسة بالورقة والقلم على فكرة بس ده مش عيب فانا العلم عندي مش كله MBA انا ممكن يكون عندي حد كادر كويس جدا ممكن يشيل شركة ما يشيلش ادارة بس انا مش شايفة بس ما عندوش نوليج بس بتيجي بس اشتغالها عارفة يعني انا مثلا لما كنا بناخد دبلومة او حاجة اللي اشتغالها بايده اللي اشتغالها بايده طبعا بالبلد كلا زي ما بيقول اللي اشتغالها بايده بيبقى افضل بكتير من اللي لسه مثلا انا هيدرس او بيدرس وماشتغلاش بايده انا محتاج في الفترة دي الخبرة والنوليج والكلام ده هنكمله بعد كده مفيش مشكلة مع احترامناك كامل اللي جي حاجة مهمة ما بنقللش من لا طبعا هنكمله بس في الوقت الحال احنا محتاجين ده جنب ده وشجاعة بقى يعني انا احنا محتاجين بلان يعني احنا محتاجين بلان احنا جماعة والله وانا نعمل ايه عايز اقولك حاجة ممكن مش بلان واحدة تتقدم ممكن اربعة بلان تتقدم وغيره ما يتعملش بيها حاجة بس الفكرة انا عندي قرار ان انا قدي لحد فرصة صح بس يعني انا حد شايفه كويس جدا بيعمل شغلي كويس مش بصص بس لإقدارته ممكن يبص لإقدارة بتاع شغلي بتاع شغلي الكلمة اللي انت تحب بتاع شغلي بتاع شغلي بس هتعتم بي وهتديله الباور ولا هتكسر مقديفه زي ما بيقوله بس هو ده الفرق ما بين الشركة اللي عايزة تكمل في الفترة اللي احنا فيها و بس انا فيه مثل جف في دماغي دلوقتي مثلا للشركة بتاع شركة أبل اللي هو ستيفن ده كان رئيس وشريك في الشركة ومدير التنفيذ بتاعها فراح احنا طبعا عندنا في مصر معروف الهيكلة الإدارية لازم اننا يبقى فيه هرم طبعا وده بتحتي ده وبتحتي ده احنا عبار ما بتنوصل صراحة بيكون تعبنا فكل واحد مثلا تحت ايده حد تلانت بيحاول انهم يطلعوش شوية علشان ايه انا اللي ظهر في الصورة انا المانيجر بشت مش ليدر انا المانيجر بشت مش ليدر راح هو عمل ايه رحفاك الهيريليكي ده وعمله فلات فلاتري حط كل الناس جنب بعضها فين قابل النهاردة انت النهاردة اللي معوش تريفون قابل بيقولوا ما بسكش موباير هو للأسف للأسف هو الناس لسه فكرة فكرة زمانية ان انا ايه انا لو عندي حد كويس لا انا زي ما انت بتقولي كتا لا انا اسيبه شوية انا اقفل عليه فين التالنت بقى فين التالنت انت كمدير احنا لسه عندنا مديرين ما بنتسب بيه ما بيردوش ومش عارف ايه ده هو لسه فيه كده انا فين الشجاع بتاعتي حتى لو سني صغير على فكرة دي حقيقة بس هو اللي بياخد الكرار من الاول يبقى في حتة هيبقى في حتة غصبا عن اي حد هو انا واخي الكرار انت واخي الكرار تكون فين انت بقى مدير انت موظف انت طالب اه انت عايز ايه وراح فين بس دي الفكرة طب يعني انا مش عارفة والله اقول ايه يعني انا يعني اعرف مثلا شركات طبعا كبيرة بس خلينا بتكلم على القطاع الطبي يعني عشان انا بنتمي اليه انا بنتمي اليه فانا بصراحة يعني بيصعب عليا اني بيكون فيه كوادر مش كل الناس تقدر تتحمل الضغطة اللي احنا بمر بها دي يعني احنا عندنا بيوت واولاد وكل ده فانا ممكن بتحمل اه شهر اتنين لو عندي بلان واضحة انا هروح فين او لو اللي فوق مني انا عارف ان هو ليدر مش مانيجر ليدر بس انا ممكن اقعد عشانه ده حقيق بس انا فجأة بلاقي الناس كلها امشوا روحوا تعالوا وبتلاقي بقى احنا دلوقتي كلنا بنلف حوالين بعض ده وتيجي بعد كده تقولك انا مش عارفة امشي الشركة انت بتتكلمي على بلان صح اه انت عافا اقعد قدامك النهار ده هقولك مثالين بس المثال الاول والدي والدي ربنا ربي دي الصحة ايه رب والدي لما لقاني مثلا بحب الكمبيوتر انا كنت بحب الكمبيوتر ازاي كنت بقعد مثلا نعود اصهر عليه بلعب مش عارف ايه فجأت في فترة كده ومثلا كان مزنوق جدا ده بجاد وقال لي طب انت نفسك في ايه ايه اللي ينمي مهاراتك قلتوا لنا بحب التسويق والكلام ده قال لي طب انا اجيب لك لاب توب وعمل كده كمان مع اخويا يعني اخويا قال له انت بتحب ايه برضو كان مزنوق جدا وراح جاب له كام فهو ده مش محتاج بلان هو والدي شاف ايه شاف احمد ناجي وانت عايز ايه عايز ايه وعمل هودو تمام شاف محمود ناجي اخويا برضو عشان هو بيصور كواس جدا ويمكن انت يعرف حاجة كده وعمل هودو فده بلان مش مخطط هو الراجل شاف النيتز ايه وعمل هاد بس كده انا عليها مدير يعني مديري ده يعني ربنا رب يدي له الصحة دايما كم بيقول حاجة جامدة جدا ولسه بيقوله عشان تكسب لازم تخسر صح يا جميع احنا عشان نكسب لازم نخسر بس فانت كصاحب شركة هتخسر ايه وانا كموظف اخسر ايه بس في البلان بقى بتاعته صح هو عارف انا هكسب ايه قدام وهو هيكسب ايه قدام لا هو هقولك على حاجة هي السياسة بتاعت قابل لان دايما بص ان المثل ده انا بحبه جدا لان انا بشوف فيه ان انت بتحترم الموظف كأنه هو انساني كأنه اسف من الشركة فانت فانت دلوقتي شوف قابل بقت فين ليه تحترم موظفينها كلهم على بعض احنا النهار ده لأ لا لا ما فيش احترام احنا النهار ده ما فيش الكلام ده خالص بالرغم من ان لما الدنيا هترجع تستقر الحراف بتقول على اول لسانة من اعمل ان شاء الله تكون كده هنلاقي هنلاقي الدنيا يعني فين يا جماعة اللي كان في الادارة هنا فين ادارة كذا فين ادارة كذا تعتليمون كلهم كده على كورسين تلاتة عضوا ماشوا الشركة او ماشوا القطاع هتلاقي الدنيا ومش هتمشي وهترجع تدور بس للأسف اللي روح مكان وبقى استيبول فيه وتقدر مش هيسيبه مش هيسيبه وعايز اقول لي حوالك يعني على المقيد فيه شركات دلوقتي يعني عايز اقول ليك يعني فيه ناس كتير جدا يعني واكيد بيكلموكي وبيكلموني فيه ناس دلوقتي يعنيها سقر يعني ماشاء الله يعني عايز اقول ليك فيه ناس كتير جدا بتكلم بس هو الفكرة انت زي ما انت قلت انا بقى اللي قال انت بتاعتي فين انا غرز فيا ايه عشان كده انا ممكن يكونوا مدريني دلوقتي يعني بيجنوا سمار اللي هم غرزوه قبل كده بس في الاول في الاخر لازم ادي حق كل واحد يعني ادي كل دي حقا حقه طب ايه رأيك في المقولة اللي بتقولي الشغلانة مدير لا انا كنت عام ببصلي من كم يوم الشغلانة مش مدير انا بس معداي يعني كازحة بيقولك الشغلانة مدير فالمديرك نص الشغلانة نص الشغلانة لا الشغلانة كلها على بعضها قائد ليدر ليدر اه قائد قائد هو القائد ايه هاي فارحتي مدير بروح كل يوم وبعد بطلب القهوة بتاعتي وبزعع وباشخط وبانطر وبعد يلف بدون اي نتيجة وفي مدير تاني بينزل يقعد في الشارع وبيلف على فروق وبيقعد مع الناس في الانتاج بيقعد مع الناس انا عجبني برضو انا يعني الصراحة انا اخذ حتة دي من عندك عجبني فكرة ان يا جماعة والله الـ HR مش مكاتب لا 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 خالص يعني في حتة مش مكاتب اه فيه هو جزء مكتبي تمام ولكن بيبقى فيه حتة انا لازم انزل ولازم اشوف الدنيا زي ما حضرك قلت برضو باشوف الناس ايه 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 العالم هو حضرك هنتكلم علم علم هو احنا لما بنيجي نحلل الوظيفة الوظيفة بتتحلل ازاي فيه حاجات اداء من ادوات تحليل الوظيفة ان انا عدى ابص اللي قدامي بيشتغل ازاي صح صح يعني انا عشان اعمل جوب ديسكريبشن بتاعته او مديره على عيني وراسي وكل حاجة لازم اشوفه ما يمكن مديره ده ظالم فانا من الادوات بتاعت التحليل الوظيفة ان انا انزل بنفسي ابص على الشغلانة الشغلانة دي بتتعمل ازاي وانا اكتب بنفسي وهاب برضو مع مدير واخد رأيه حالتك والله انا شفت ده بيعمل في فلان فلان فهي عمرها مكاتب وطول ما انت في المكاتب انت عمرك ولا هتوصل الى تحت ولا الى تحت او صلق ولا اي حلقات لايه بنسميها كده لايه جزء المنعازل انت في حتة طبعا والناس كلها في حتة طبعا طبعا ده مأساة وده نعكس اصلا يعني نعكس الصراحة بنشوفه على الانتاج هو كده 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 من هيسألني ولا مين بيتابعني هم بيمشوا فاللي فوقية ماشي فانا الدور علي فانا اللي جاي ده عاي وتلاقي كل يعني انا اللي بشوفه ده نهارده ان كل واحد بيساستم نفسه في اللحظة دي انا عايز اروح فيه بس والله ابصي هي اختيارات في الاول في الاخر فكل واحد هياخد اختياره فاللي قعد واستنى هياخد اختيار بقى سواء الاختيار ده كان صح أو غلق ما هو ممكن يكون غلق ممكن يقعد واستنى وما فيش نتيجة في الاخر عادتك وممكن يقعد واستنى وتبقى النتيجة فوق ما هو يعني يتخيل ريسك بقى هو ريسك زي ما وتحركوا ده هلها ويا ريتني كنت قاعد ده انا ما كنت قاعد في المكان بتاعي فاحنا دلوقتي انا عايز اقول بس حاجة ان فعلا كلمة الزمن غير الزمن دي حقيقية دي حقيقية جدا يعني احنا دلوقتي انا انتش متخيلة كم الدغو انا عايز اقول لك حاجة واحنا عادينا انا وانتش ده انت ما عندك ليش دغوضات في شغلك نا كل واقنل بس انت خطرت تكون عندك حاجة تانية تظهري فيها بقى انت حايز تحقق اي هدف كل واحد ليه هدف كل واحد ليه هدف انت بتقول لي مثلا البوست بتاعتك او انت بتحاول تساعد ان اه دي حقيقة وانا معنديش مشاكل لا طبعا انا كده عند ويمكن مشاكل ما حادش هتخياله طب وانت بتعمل كده ازاي يعني خليك دايما متأكدا اللي بيساعد الناس ده هو اكتر واحد ما لاش حد يساعد بس ربنا بيبقى واقف معاه سبحانه وتعالى بقى دي حاجة بقى مش فيه دعب دي حاجة مش فيه دعب يعني انت كم من الناس هتأذيك خلي بالك القذى مش قذى جسدي بس لو بكلمة النفسي اصعب بكتير ومازال على فكرة وهيستمر وحاجات كتيرة جد بس هو الفكرة انت بقى هدف فكرة هفين بس انا عايز اقول لك يعني الموضوع بها اصعب على الناس اللي لسه متخرجين من الجامعة يعني ماشي الناس اللي بقى لهم كتير في السوق عمل ومع فلان هيعرفوا برضو يزبطوا دنياتهم لكن تعالى بص النهاردى الناس اللي متخرجين الوضع صعب يعني بقى صعب حتى بالنسبة للكبنات او كشباب الناس اللي متخرجين من الجامعة هنروح فين يعني انت متخيل النهاردى بيجي يقدموه في كذا شركة اكس واي زيد مفيش اماكن وويت انجلست والله اعلم اسالة الابليكيشن بيروح فين طيب هقوليك على حاجة طيب سوائل نطلع فاصل ونرجع تاني كمان نرجع فتاني ورجعنا لكم تاني مع ضيف المتميز اساس احمد ناجي احلام بك كنا بنتكلم على قصة الشركات اللي بيحصل فيها مجرور انا بس عايزة اقول حاجة مش احنا كنا في الفترة دي اهم حاجة فيها كانت ادارة الاو دي اللي هي التطوير المؤسسي او البرفورمانس الاستقليم الاداء عشان برده نبقى يعني متحملين على الناس قوي في الشركات اللي مر بينا الست شهو اللي فاتوا دول هو ما مرش بأي دولة في الدنيا يعني فيش أنت تعالي بص على الشركات مثلا زي الشركات العالمية مثلا أي حاجة أوتسورس ليها زي محلات البيع أو حاجة زي كي تأفلت وبقى كله أونلاين مثلا ده قرار جزلي أنت بتقفلي محلات مثلا وهتخلي كله أونلاين فخلينا متفقين أن السياسة العالمية أو الدول كلها أصلا ما عرفتش تدير الأمر فده كان أمر جديد عليك طيب أنت بتقولي الأودي طيب ما هو أودي ما هو فيه حاجات برضو حاجات في إيده هو حاجات فيه فلوس قد كده قد كده فأنا مفروض الفلوس القد كده دي أصرفه هو بس الحكمة الحكمة بقى زي اللي إحنا بنقوله الكادر اللي هيعرف يدير الأمر ما هو ده اللي بقوله بقى بس أنا همشي حد همشي إزاي أنا ممكن أمشي إحنا الأول نمسج بس نوعية مين اللي يمشي عشان بس أنا مش عاجب مني حكاياتي إن إحنا اللي نمشي لأ إنت كصاحب رأس الماء إنت إيدك مش في الشغلان طيب أنا آسف زي الشركة اللي إحنا بنقوله عليها قفلت قفلت البيع خليته أولاين بس ده ده حقيقة طيب ده مين اللي ممشي ميقى هنطلع حد من السل ومصير الناس اللي مش يدي كل السل فجأة فجأة دون ميقين ما هو برضو مصيره إيه ما إحنا جماعة برضو أنا والله هو على الطرفين مع صاحب العمل هو مع الطرفين خلي بالك بس إيه أنت عافة أنا حبيب الغلابة فأنا ما عنديش مشكلة خلق أنا ما بحبش أتحيز لحد فأنا أنا كل الفكرة مع الموظف أنا ما عنديش مشكلة أنا لو هقفل أنا هاجي أقولك هقفل أيو بس إحنا دورنا أن إحنا حلقة واصلة ما بين الأونر اللي فوق وما بين اللي تحت ما أنا بقولك هو هو دلوقتي أنا عندي محلات كتير حل هقفلها ماشي هعمل إيه يعني هو هيدير الأمر إزاي بلاش هو أنا هيدير الأمر إزاي ما ينفعش غير أنه أنا هجيبه والله أنا البلان بتاعتي الفترة الجاية هعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة صراحة الصراحة جميلة جدا يا ريت والله يا ريت يعمله كده أنا بقولك يا ريت ما هو دي ما فهاش أو دي بقى لا بس هو البلان نفسها بتبقى اللي بتطلع من الجزئية دي من جزئية التطوير البوليس والسياسات لو قعدوا بتاع الـ HR بيبقى قريب من الموظفين قوي حتى باللهجة واللغة يعني ممكن لغة الأونر هو إحنا ما نفهمهاش ده أكيد فهو بيبقى قريب لينا وإحنا دايما بنحس إنه هو يعني خايف علينا ده أكيد فأكيد آه هو بيرضي هنا وهو بيرضي هنا على قدم ما بيقدر طبعا بس الفكرة إنك لما تطلع قرار جزري ماشي 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 طعب خلي بقى لك النهار دا اللي بيمشي هل إن أنا همشي النهار دا هل إيش أقولي حكرة لا طبعا لا طبعا ما أنا برضو بقولي هو ده مالصح وأنا مش بدافع عن فكرة ماشي أنا معاك بس أنا بدافع عن فكرة إن في بلال لازم تتعمل لازم بمحالات تتفرق فهو بقى ده إزاي بقى ما هو ده اللي هيفرق بقى إن أنا آجي أقول زي بالظبط كده مش بيقولك الـ HR مثلا بعد الـ interview ما بيردوش على الناس فقاليهم حتة في النار حاجة بسيطة جدا مسيجي من غير فلوز اللي وقت الوقت سعب تفرق جدا معايا أنا أشكرك جدا أنت حضرت دين بس السلسوق حظنا حاجة مش معانا للأسف لم تكتزم مقابلة فيها مشكلة دي وبطريقة لاطيفة جدا طريقة لاطيفة معايا دي يبقى الفكرة إن أنا ممكن أمشي ناس كتير جدا ولي حصلت على فكرة يعني أنا خدت قرارة إن أنا ماشي بس أنا في حد ماشي وحد تاني ماشي ده شايف إن أنا بتظلم وبصي يعني حايز أقول لك عارفة أنت غصبا عنه طبعا طلع عن شعوره وعمل وعمل طبعا وفي ناس تاني ماشي مش هو خلال هو اقتنع هو قاعد سمع بطريقة محترمة مش بتقلم من أدميته صح بالعكس ده أنا لو عندي حاجة هقدر أساعدك فيها هساعدك فيها ده اللي بيفرق بقى شخص عن شخص بتاقي اتشيار عن بتاقي اتشيار تاني صح أنت بتقدر قدامك وبتجيب وتقوله والله إحنا عندنا بلان واحد واثنين وثلاثة فإحنا معلش بنعمل في الفترة الحالية بنماشي الناس بس يعني أكيد حضرك ليك حظ في مكان تاني أحسن وبتزيره ورق بطريقة شيء جدا وممكن حتى بتعمله زي حفلة بسيطة يعني حاجة كده لو سمبل خالص لو قدرت أوه لو قدرنا حتى حاجة سمبل جدا حتى هو لما بطلع على مكان تاني ما يطلعش مش اسمع من الترمن يعني مش اسمع من باشي أني وبعدين هيقول في حقك حاجة حلوة طبعا ولو في فرصة هتجيبه تاني بحقيق ده اللي بنقول لهوك يعني لو في فرصة ممكن ترجع شركتك مرة والتاني هو أنا عايز أقول لك حاجة هو أنت هو أنت ما تعرفيش ناس HR ممكن ترجع مكان عشان HR نفسه رجع فيه انت حقيق بس فهذه الفكرة ما هي دي الفكرة وفي حاجة تانية فيه ظروف غمضة فيه ظروف غمضة ممكن تحصل في مكان ما أوكي والكلام بيبقى مش واضح وما فيش حاجة صريحة تقدر أنت كHR توصليها بس في نفس الوقت أنت مش هتمشي ولا عندك ولا عندك النية أن أنت تمشي فلا بتستني يعني تحاول تلم الدنيا على قد ما بتقدري أنا بس عايز أوصلك أن فيه فيه HR ما عندهمش معلومة للأسف أنا ما عندهمش معلومة وفي نفس الوقت أنا ما عنديش ما عنديش نية أن أنا أقفل فأنت لازم تكون عارف أن الـ HR لو قال لك هنقفل خلاص وهو هاقفل ما قال لك شي لا هو لسه مش هقفل فأنا لو هقفل هقول لك أنا مش ههرب لنا بصراحة الوقت تجري معاك أنا نفسي ما حنستش بإحنا مش عايزين كده إحنا عايزين ساعتين ثلاثة أربعة لا إن شاء الله إن شاء الله نتقابل تانية إحنا لينا أكيد فقرة تانية ولينا حلقات تانية لدينا نفسي عندي لسه مواضيع كتير أنا ما نحيتش حتى أخد رأيك فيها لا 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 إن شاء الله والله اتشرفت بيكي أهم حاجة بس إن شاء الله الناس تتابعنا على الهاشتاج تاعتشارجيتمصر وعلى الجروب بتاعنا وعلى الجروب وأي حد يا جماعة منحتاج شغل أو أي حاجة يقدر يبعت الـ CV على الجروب وهو محدش فعلاً بيتأخر يعني ما فيش جزئية إلا السيبيهات ما بتتشافش ولا إحنا ما بنبعتش لحد ولا الكلام ده كله لا إحنا الناس بتقدر تساعد فعلاً على قد ما ربنا بيقدرها ونلتبس برضو العزر لنا كلنا مش محدش برضو بيقدر يرضي في ساعتها يعني نصبر بس شوية وإحنا معاكم وبإذن الله بإذن الله ربنا يكتب التوفيق لنا كلنا يا رب أنا اتشرفت بيك أنا أكتر والله اتشرفت بيك جداً نقض فاصل وصلناك تايد مع السلام